صرح مصدر سيادي مصري لوكالة تأمعن الفلسطينية اليوم بأن وزارة الداخلية بدأت بمراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي والتي تجاوزت خمسين ألف جنسية لفلسطينيين من أم مصرية وضف المصدر بأن الداخلية شكلت لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تقوم اللجنة بالبت في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بإسقاط الجنسية المصرية عن البعض أو استمرار منح الجنسية للبعض الآخر